اشتركوا في القناة المحتوى العلمي الوارد في الفصل وايضا حل الاسئلة الخاصة بالفصل وتطبيق الطريقة العلمية وبعض المهارات في حل الاسئلة هذا ما سوف نقوم به باذن الله من خلال هذا الدرس ابناء الطلاب بداية من خلال مراجعة هذا الفصل العاشر التغيرات والخصائص الكيميائية سنجد اننا اخذنا درسين التغيرات الكيميائية والخصائص الكيميائية اخذنا في التغيرات الكيميائية ابناء الطلاب مصطلح التفاعلات الكيميائية وايضا دلائل التغيرات الكيميائية ثم اخذنا في موضوع الخصائص الكيميائية الأحماض وأيضا الخصائص المختلفة للعناصر وأيضا القواعد والأملاح هذا ما سوف نبدأ بمراجعته تعلمنا من خلال هذا الفصل أبناء الطلاب التغيرات الكيميائية وقلنا هي تغيرات ينتج عنها مواد جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص المواد الأصلية وقلنا أنه من الدلائل على حدوث التفاعل والتغير الكيميائي والتغير في اللون وأيضا عندما يتصاعد الغاز وانطلاق حرارة أو ضوء كل هذه أبناء الطلاب على ما تدل على حدوث تغير كيميائي ومن الأمثلة على حدوث التغير الكيميائي هي عملية الاحتراق مثلا فإذا احترق خشب احترق ورقة هذا دليل على أن هناك حدث تغير كيميائي لهذه المادة وبالتالي أحدثت هناك مادة جديدة اللي هي مثلا في عملية الاحتراق احتراق الخشب يكون هناك مادة جديدة اللي هو الرماد ثم انتقلنا للتفاعلات الكيميائية وقلنا التفاعلات أبناء الطلاب الكيميائية تتكون من جزئين هما ما هما هذا الجزئين هي المواد المتفاعلة والمواد ماذا والمواد الناتجة وقلنا أنه أيضا التفاعل الكيميائي يكون يتكون من مواد متفاعلة ومواد ناتجة المواد المتفاعلة تكون مواد موجودة قبل حدوث التغير الكيميائي والمواد الناتجة ومواد تنتج عن التغير الكيميائي وقلنا يمكن تمثيل هذا التفاعل الكيميائي عبر المعادلة الكيميائية والمعادلة الكيميائية نستعمل فيها الحروف والقارقام للدلالة على كميات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة إذن هذا بالنسبة للتغيرات الكيميائية طيب لماذا يعد صد الحديد أبناء الطلاب مثال على التغير الكيميائي كمثال لماذا يعد صد الحديد مثال على التغير الكيميائي الحديد عبارة عن F-E اللي هو الحديد عندما يتفاعل مع الأكسجين اللي هو الأو ينتج مادة جديدا اللي هو صد الحديد بأكسيد الحديد إذن لماذا يعد هذا المثال اللي هو صد الحديد مثالا على التغير الكيميائي لأنه أنتج مادة جديدة أن الحديد عندما يتحول إلى صد فإن هناك حدث ماذا حدث تغير يعني حدثت مادة جديدة إذن تنتج التغيرات الكيميائية في التفاعل مواد ماذا جديدة فالصدى مثل أكسيد الحديد خصائصه تختلف عن خصائص الحديد أو الأكسجين طيب اختيار من متعدد تغير اللون وتصاعد الغاز دليل على تغير ماذا أبناء الطلاب هل هو فيزيائي أو كيميائي أو حيوي عندما يتغير اللون ويتصاعد الغاز هذا دليل على ماذا هل هو فيزيائي أو كيميائي أو حيوي أحسنتم اللي هو تغير كيميائي وهذه أدلة على حدوث تغير كيميائي وعلى ما تظهر لحدوث التغير الكيميائي طيب كيف تكون التفاعلات الكيميائية جزءا من حياتنا اليومية أبناء الطلاب كيف تكون التفاعلات الكيميائية جزءا من حياتنا اليومية أين توجد التفاعلات الكيميائية في حياتنا من خلال الأطعمة إذن تنتج التفاعلات الكيميائية مواد جديدة قد تكون في الغذاء قد تكون في مواد البناء قد تكون في الأدوية وأيضا حتى الطاقة من الشمس تحدث هناك تفاعلات كيميائية للنباتات ما الذي يسبب زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية ما الذي يسبب زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية بحيث أن التفاعل الكيميائي يكون سريعا هناك عدة عوامل أبناء الطلاب أخذناها تسبب في زيادة سرعة التفاعل الكيميائي فالتفاع ماذا احسنتم ارتفاع درجة الحرارة ايضا زيادة التركيز ايضا زيادة الضغط وزيادة التركيز فهذه الثلاثة تزيد تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية طيب في المعادلة الكيميائية ماذا يظهر جهة ذيل السهم وجهة رأس السهم ابناء الطلاب في المعادلة الكيميائية ماذا يظهر جهة رأس السهم وجهة ذيل السهم مواد ماذا ومواد ماذا طيب مواد ناتجة ومواد متفاعلة المواد الناتجة اين تكون رأس السهم او ذيل السهم احسنتم والمواد الناتجة تكون رأس السهم طيب المواد المتفاعلة ستكون ذيل السهم اذا المواد المتفاعلة تظهر جهة ذيل السهم في هذه المنطقة والمواد الناتجة تظهر عند رأس السهم طيب اذا كانت المواد المتفاعلة ابناء الطلاب في التغير الكيميائي تحوي على ثلاث عناصر فماذا يمكن ان تتوقع للمواد الناتجة كم ستكون اذا كانت المواد المتفاعلة تحتوي على ثلاث عناصر كم ستكون المواد الناتجة احسنتم تكون نفسها ستتضمن المواد الناتجة العناصر الثلاثة نفسها طيب تعلمنا ايضا ابناء الطلاب في التغيرات الكيميائية تفاعلات الطاقة والتفاعلات الكيميائية وقلنا ايضا ان التفاعلات الكيميائية ابناء الطلاب تنقسم الى ثلاثة تقسام الاتحاد الاحلال التحلل طيب ما الفرق بين هذه الثلاثة انواع ابناء الطلاب ما الفرق بينهما تفاعل الاتحاد عبارة عن ماذا مثل الصد هذا اللي على الحديث هذا يسمى تفاعل الاتحاد يتحد هنا ماذا مع ماذا في صد الحديد احسنتم سوف يتحد ذرات من الحديد مع جزيئات الاكسجين تنتج ماذا عندما يتحد ذرات الحديد مع جزيئات الاكسجين تنتج اكسيد الحديد اللي هو الصدى اذا هذا يسمى بتفاعل الاتحاد النوع الثاني ابناء الطلاب من التفاعلات الكيميائية وهو الاحلال ما المقصود بالاحلال ابناء الطلاب يعني يحل عنصر محل عنصر اخر في المركب فمثلا الخارصين عندما يحل مكان ماذا محل الهايدروجين في المعادلة عندما يكون عندي خارصين وهيدروجين مثلا عندي اللي هو الخارصين في المعادلة الكيميائية مع كلوريد الهايدروجين يحل اللي هو الخارصين مكان اللي هو الهايدروجين حتى يكون للمعادلة اللي هي كلوريد الخارصين ايضا التحلل ما المقصود بالتحلل تفاعل التحلل يعني يتحلل مركب الى مادتين او اكثر مثل فقاقيع الغازات في المشروبات الغازية هي عبارة عن مواد ناتجة عن تفاعل التحلل مثل تحلل حمض الكربونيك اذا هذا بالنسبة للتفاعلات الكيميائية ايضا اخذنا اللي هي تفاعلات الطاقة ابناء الطلاب قلنا هي تفاعلات تنقسم الى قسمين تفاعلات ماصة وتفاعلات طاردة اما الماصة فهي تفاعلات تحتاج الى مصدر طاقة مستمر مصدر طاقة مستمر تستمر في عملية التفاعل واذا توقف واذا توقف هذا المصدر عن تزويد طاقة فان التفاعل يتوقف فورا ومثال ذلك عملية ماذا هنا في الصورة عملية البناء الضوء في النباتات مثال على التفاعلات الماصة للحرارة الحرارة فهي لا تحدث دون ان تزودها بطاقة من مصدر ضوء وهو الشمس فالنباتات تأخذ وتمتص اشعة الشمس فتأخذ هذه الطاقة حتى تكمل عملية البناء الضوء اما التفاعلات ابناء الطلاب وهي الطاردة فهذه تستمر وتطلق طاقة على هيئة ضوء حرارة وتستمر في اطلاق هذه الطاقة باللحظة بدايتها حتى التوقف مثل ماذا التفاعلات الطاردة اخذنا ابناء الطلاب مثل حرارة المشعل الكهربائي اللي هو يستخدم في اللحام تعرفون اللحام لما لحم حديدة ما حديدة هذا يسمى تفاعل ماذا طارد للطاقة هذا بالنسبة لتفاعلات الطاقة طيب خلط محلولان ابناء الطلاب عند درجة حرارة الغرفة في دورق زجاجي وبدأت المحتويات في تكوين فقاعات غاز وارتفعت حرارته ما نوع هذا التفاعل الذي حدث ما نوع هذا التفاعل عندما تتكون فقاعات غاز وترتفع الحرارة ما نوع هذا التفاعل ابناء الطلاب أحسنتم لهو تفاعل طارد للطاقة لماذا لأنه يطلق طاقة على شكل ماذا على شكل حرارة فارتفعت ماذا حرارته إذن هذا بالنسبة للتفاعل الكيميائي طيب التفاعل الكيميائي ابناء الطلاب في هذا الشكل يصف التفاعل بطريقة الإحلال أو التحلل أو الاتحاد هذا الشكل هل هو إحلال أو تحلل أو اتحاد التفاعل الكيميائي هتكون مادة ثم تصبح المواد المتفاعلة تصبح هنا مادتان مركبين ماذا نسمي هذا التفاعل ابناء الطلاب المركبين أصبح مركبين أحسنتم يسمى بالتحلل ومعنى التحلل أن يتحلل المركب إلى مادتين أو أكثر طيب نحتاج إلى طاقة لإشعال فتيل الشمعة وبعد ذلك فإن الشمعة تنتج ماذا تنتج طاقة هل احتراق أبناء الطلاب فتيل الشمعة تفاعل ماص أو طارد للحرارة تفاعل ماذا الشمعة عندما تنتج طاقة هل هو تفاعل ماص أو طارد أحسنتم لهو تفاعل طارد للحرارة لأن كمية الطاقة التي استهلكت عند بداية التفاعل أقل من تلك الناتجة عن ذلك التفاعل الكيميائي طيب أيضا تعلمنا أبناء الطلاب من خلال هذا الفصل الفصل العاشر الخصائص الكيميائية وقلنا أن الخاصية الكيميائية هي طريقة تفاعل مادة مع مواد أخرى تفاعل مادة مع مواد أخرى هذا يسمونه بماذا وقلنا أن الخاصية الكيميائية أبناء الطلاب تصف لنا ماذا تصف لنا طريقة التفاعل الكيميائي وهي أيضا أبناء الطلاب تصف قدرة المادة في التفاعلات الكيميائية وأيضا الخصائص المختلفة للعناصر مثل الفلزات اللافلزات أشباه الفلزات ولذلك تم ترتيب الجدول الدوري في العناصر اعتمادا على بعض تلك الخصائص أو العناصر التي تكون في الجانب الأيسر من الجدول الدوري نسميها بماذا؟ بالفلزات والفلزات من خصائص أبناء الطلاب أنها لامعة مثل الصوديوم لامعة قابلة للثني بسهولة وأيضا توصل الحرارة والكهرباء أحسنتم إذن هذا بالنسبة لماذا؟ للفلزات مثل النحاس مثل الحديد مثل الذهب أما اللافلزات أبناء الطلاب فهي تقع في العامود الأخير للجهة اليمنى من الجدول الدوري وتسمى بالغازات النبيلة وهذه الغازات أبناء الطلاب لا تتفاعل مع عناصر أخرى في الظروف الطبيعية ولها استعمالات كثيرة ألا في الززات مثل ماذا؟ مثل الذي يظهر أمامكم هنا ما هو؟ هذا يسمونه غاز الهيليوم وهذا يستعمل عادة في نفخ البالونات اللي هو ماذا؟ الهيليوم أيضا الزنن يستخدم في المصابيح الأمامية للسيارات هذا بالنسبة لللافلزات أيضا أشباه الفلزات أشباه الفلزات أبناء الطلاب تشترك أشباه الفلزات في خصائصها مع كل من الفلزات واللافلزات مثل عندما تكون شبه موصلة للكهرباء فهي توصل للكهرباء عند درجة حرارة عالية مثل الفلزات ولكن عند درجة حرارة منخفضة جدا لا توصل الكهرباء مثل اللافلزات ولذلك يستعمل السيليكون في صناعات الحاسوب وفي صناعة الرقائق الحاسوبية وأيضا الدوائر الكهربائية هذه الرقائق التي تستخدم في الدوائر الكهربائية لماذا تعد أبناء الطلاب القلويات غير آمنة عند التعامل معها؟ لماذا تعد الفلزات القلوية غير آمنة عند التعامل معها؟ لأنها ماذا الفلزات القلوية؟ لأنها مثل الصوديوم والليثيوم والبوتاسيوم عناصر ماذا؟ شديدة شديدة التفاعل أحسنتم لأنها عناصر شديدة التفاعل ولذلك تكون المركبات بسهولة من خلال تفاعلها مع مواد أخرى المواد الغير موصلة للحرارة والكهرباء الفلزات أو أشباه الفلزات أو اللا فلزات التي لا توصل للحرارة والكهرباء ماذا نقصد بها؟ مثل الهيليوم والزنون أحسنتم لها اللا فلزات أيضا تعلمنا أبناء الطلاب من خلال هذا الفصل في الخصائص الكيميائية أن هناك أحماض وقواعد وأملاح وقلنا أن الأحماض قعمها لاذع وبعضها حارق عند لمسها وأيضا تتفاعل مع الفلزات مكونة ماذا؟ مكونة غاز الهايدروجين وأيضا تحول ورق تباع الشمس الأزرق إلى ماذا؟ إلى أحمر هذا بالنسبة لخصائص الأحماض وذكرنا أمثلة على الأحماض مثل ماذا أبناء الطلاب؟ مثل طعم ماذا؟ طعم الحمض في الليمون الليمون يعتبر ماذا؟ تعتبر من الأحماض أيضا الطماطم تعتبر ماذا؟ من الأحماض وهناك أمثلة أخرى للأحماض الصناعية مثل حمض الكبريت مثل حمض الكلور تسمى بماذا؟ بالأحماض ثم أيضا أخذنا القواعد وقلنا أن القواعد طعمها مر أيضا ملمسها أبناء الطلاب صابوني وتحول ورق التباع الشمس عند الكشف عليها الأحمر إلى ماذا؟ إلى أزرق وقلنا أنه من الأمثلة على القواعد مثل ماذا؟ مثل الأمونيا مثل ماذا؟ مثل الأمونيا وهذه الأمونيا هي قاعدة قوية شائعة في التنظيف في مواد التنظيف وإذا المواد التنظيف وكالمنظفات المنزلية أبناء الطلاب والصابون وأيضا منظف المجاري كل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر من القواعد ثم أيضا انتقلنا أبناء الطلاب إلى الأملاح وقلنا أن الأملاح عبارة عن ماذا؟ الملح عبارة عن مركب ناتج عن تفاعل كل من الحمض والقاعدة ويسمى التفاعل أبناء الطلاب الذي يتم عند خلط حمض مع قاعدة بماذا؟ بتفاعل التعادل ينتج عن ذلك ماذا؟ التعادل ماذا ينتج عن التعادل عندما يتعادل الحمض مع القاعدة؟ أحسنتم ينتج عنه ملح وماء ومن الأمثلة أبناء الطلاب على الأملاح مثل كبريتات الماغنسيوم وأيضا بروميد الفضة وأن هذا يستعمل في ماذا؟ بروميد الفضة في إنتاج أفلام للتصوير الفوتوغرافية هذا بالنسبة للخصائص الكيميائية الأحماض والقواعد والأملاح طيب أبناء الطلاب إذا كان طعم عصير الفاكهة حمضياً فماذا أتوقع أن تكون قيمة الرقم الهيدروجيني في العصير؟ ماذا تتوقعون؟ أن الرقم الهيدروجيني أخذناه من صفر إلى أربعطعش ماذا نتوقع للعصير؟ عصير الفاكهة عندما يكون حمضي؟ هل سيكون أقل من سبعة أو أكثر من سبعة؟ أحسنتم سوف يكون أقل من ماذا؟ من سبعة لأن من صفر إلى سبعة يعتبر ماذا؟ يعتبر حمضي ومن فوق سبعة إلى أربعطعش يكون ماذا؟ قاعدي طيب ترى ما الرقم الهيدروجيني للمحلول الملحي؟ ماذا تتوقعون أن يكون الرقم الهيدروجيني للمحلول الملحي أبناء الطلاب؟ كم سيكون؟ أحسنتم سوف يكون رقمه متعادل ورقم الهيدروجيني كم؟ سبعة فقلنا سبعة هو تعادل الحمض مع ماذا؟ مع القاعدة أفترض أنني مزجت أبناء الطلاب سائلين معا فتكونت مادة صلبة بيضاء في السائل فما الذي سبب تكون المادة الصلبة؟ ما الذي سبب تكون المادة الصلبة هنا؟ أحسنتم هو عبارة عن تفاعل كيمياء بين سائلين وهو الذي أدى إلى تكون المادة الصلبة ومن المحتمل أبناء الطلاب أن يكون هنا السائل إما محلول قاعدي أو محلول ماذا؟ أو محلول حمضي طيب أوضح كيف تستخدم المادة الحمضية والمادة القاعدية والمادة المتعادلة في المطبخ المنزلي فين تستخدم المادة الحمضية في المطبخ؟ ها أبناء الطلاب في المطبخ؟ مثل الخل، السلطات، الكادشاب، العصائر، كالليمون والبرتقال وأيضا القواعد مثل مواد التنظيف المستخدمة في إزالة الدهون والمادة المتعادلة مثل الماء وهذا ما تعلمنا أبناء الطلاب من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته